أمر النائب العام بحبس خمسة متهمين لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال حيث تلقت النيابة العامة بلاغا من ممثل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي مفاده سرقة أموال 14 عميلا مودعا بالبنك عن طريق النصب والاحتيال حيث تواصل مجهولون معهم هاتفيا وادعوا طلب تحديث بياناتهم لدى البنك وتحصلوا بذلك منهم على رموز أمان وخدمات التحويل البنكي وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم وتمكنوا بذلك من سرقة مليونين وسبعمائة وعشرة ألاف جنيه مصري من تلك الحسابات هذا وقد استحدثت النيابة العامة إجراءا في سبيل بيان الحقيقة إذ أجرت محاكاة تفصيلية مصورة لكيفية ارتكاب المتهمين للواقع على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها وذلك ابتداء من الاتصال بالمجن عليهم هاتفيا واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدا لاستخدام البطاقات مسبقات الدفع لسحبها فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين